مئات العائلات مهددة بترك مساكنها التي تؤويها في مجمع الصوفية بمنطقة الحرية ببغداد بعد أن سال لعاب الشخصيات النافذة على هذه المنطقة وتريد أن تستثمرها على حساب معاناة السكان مشكلتنا الأرض طابعة لشركتنا الشركة العامة صناعة الصوفية وزارة الصناعة الأرض باسم الشركة ليس باسم الوزارة صارنا 19 سنة قاعدين طالنا أمر مدي العام ابنوا قعدوا بيها فهي لعبون علينا يوميا جايب المستثمير يهددون بالعالم الفقرة يوميا طب بابا فلان جيبوا فلان كله على مدة فاتر تروح تحاشي يقول لك أنا ما للشغل الجهات النافذة التي استولت على كل مفاصل الاقتصاد في العراق تريد أن تبني مشاريع استثمارية في هذه المنطقة وتصر على إخراج أهلها بالقوة طلع حمر يجعوا حس علينا تعالوا إحنا نريدها استثمار ونريدها شققه هي أرض تخسفات وتكسرات هذه عدة تقرير كامل بيها كامل بيها هنانا ثلاث نسخ أنه هذه ما تصلح للبناء العمود وياما كل الناس تدري برض الدباش اشقد بيها نزلة الشوارع واشقد بيها نزلة أبراج ما للحراسات وصير بيها تكسرات وتخسفات قراروا هدم المنازل في مجمع الصوفية نزل على السكان كالصاعقة فهم لا يعرفون أين يتجهون وإلى من يشتكون سكان مجمع الصوفية استنكروا قرار السلطات واعتبروه جائرا ولا يراعي أوضاعهم ولسيما أنهم من الطبقة الفقيرة التي لا تملك ثمنا لشرائي أو استئجار منزل جديد رياردوني هجولونا وين نولي هيا هاي هي شعر صاير كل شي مع صاير بس هجولونا ويخلونا مش يعرف وين نروح يا يمه وين نروح يا وليدي من اللي يؤوينا من اللي يقول تعال تفضل هنا بلدنا العراق ونبقى بالعراق وغصبا عليهم نبقى هنا أنا بيقصنا كلام هذه المرأة يختصر قصة صراع العراقيين مع المنظومة الفاسدة التي تتعامل مع العراق وكأنه ملك لها متناسية أن هذا الشعب لن يترك أرضه مهما حصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر